مزيد من التفاصيل هنتعرف عليها من خلال مشاركة هاتفية للكابتن أحمد الجرحي مدرب أو المدير الفني لفريق المرتبط لكرة السلة في النادي الأهلي كابتن أحمد مساء الخير أهلا بك كابتن أحمد طبعا كل التهنئة وكل التقدير بنقدمها للجهاز الفني ولللاعبين على النتائج الرائعة والأداء الجيد اللي وصلنا لتحقيق هذه الثلاثية في الموسم الماضي وبنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وإنجازات أكبر في الموسم الجديد رب الله نخليك طبعا يعني حاجة جدا نقدر نقدمها لجمهور النادي الأهلي نتعى في الآخر عشان بنشوف جمهور النادي بفرحان بالنتائج فدي الوقتها طبعا ده سأدير معناوي كبير جدا نستنى كل آخر موسم والحمد لله فريق المرتبط بقاله سنتين ثلاثة الحمد لله بكسب كل البطولات وإن شاء الله ربنا يعني قدرنا أن نحن نقدر نحابز على الكلام ده السنادي إن شاء الله إن شاء الله تكونوا موفقين وتحققوا نفس المستوى وأفضل بإذن الله كابتن أحمد قلنا إلى أين وصلتم في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة للإعداد للموسم الجديد أو الاستقرار على العناصر الفنية اللي هتمثل وهتكون ضمن قيمة فريق المرتبط في الموسم القادم والله يا حضرك عرف أن الجيل السنادي اللي هي لعب المرتبط هو الجيل مواليد 2003-2004 متبك معايا من طريق السنة اللي فاتت سبع لعيبة مواريد 2003 في بعض الولاد كنا موديانهم عارة السنة اللي فاتت لأن طبعا كان فرصتهم في المشاركة بعيدة ودينا في نادي الصيد لعيبة في نادي الصلاة في نادي الشرقية الثان لعيبة كثيرة فهرجعناهم طبعا دائت أن احنا طلع لنا من تحت 14 سنة جيل 2004 كامل حوالي 15 لعيب مع التدعيمات يعني اللي احنا بنشوف أنها ممكن تفيدنا طبعا عندنا حوالي 30 لعيب لذلك طبعا القيمة توصل ماكسيمم ل20 لعيب طبعا أنا بدقين بالضبط كده من نصف رمضان أنا وبعد العيب شغالين يعني بنقيم الولاد فعملية المفضلة والتقييم للعيبين في الوقت ده بالضبط من ناحية بدنية طب بصراحة يا كابتن أحمد أكيد الجمهور مشاهدين عايزين يعرفوا منك دلوقتي هل الأمر بنسبة كبيرة محسوم أو الفوارق واضحة جدا ولا في بعض العناصر وبعض المراكز محيرة متقربة جدا في المستوى ولسه ما وصلتش لقرار لا طبعا فيه مش أقل من 10 لـ 10 لعيب طبعا بتبقى الفروق هم باينة أن هم طبعا دول حاجزين أماكنهم بمجهودهم الفني لكن طبعا فيه بقى بقية القيمة طبعا بيبقى فيها حيرة لأن المستوىات فعلا قريبة من بعض بس بنشوف الآن سبقا طريق لعدنا وطريق أداءنا واحتياجاتنا هتكون إيه وانا عليها أن هنسكن اللعيبة ان شاء الله في الأماكن بتاعتها اللي هي مليه المصيب معانا ان شاء الله هيكمل معانا السنة دي اللي ملوش نصيب فيه بعض اللعيبة برضو خصوص من جيل 2004 اللي هو صغيرين نعمل حركة فيه فروابته من الوقت ده أول سنة مرتبط أو سنة مرتبط أو سنة مرتبطة ده سن بلوغه فيه خصوصا في النواحي البدانية العالية معاك يا كتبا هنقدر ان احنا التلاتين لعيب هم قوام النادي الأهلي نحافظ عليهم بشكل ان احنا هيبقى معانا قايمة هتلعب باسم النادي الأهلي السنة دي وهيبقى فيه قايمة مصغرة بالنسبة يعني اذا اقوم بسمية بالاتفاقة طبعا مع كبتر صهير مدير بطاعة نسكين الولادة الأهلي برضو عشان يبقى تواصل السنة جاية لان اللعيب لما يعني لو تسجل وملعبش طبعا افياد له انه نوديه عارة انه يكون متشرك في المباريات انه يلعب له ثلاثين اربعين جيم على مدار الموسم ييجي السنة اللي جاية بكسب خبرة المشاط افضل طبعا من انه موجود متسجل وما بلعبش في النادي هكيد طيب سؤال اخير قبل من اختتم الحوار معك كابتر احمد هل كمان بتطلع على مستوى استعداد او تحضير المنافسين للموسم الجديد احنا فين وسط مستوى اي اضافات جديدة لأي فريق من الفرق اللي بتنافس الاهلي في مرحلة المرتبط على الالقاب المختلفة وهل احنا في الصدارة ولا لا هل عندنا افضل العناصر ولا لا هل بتبص حواليك عشان تعمل مقارنات فنية وتحاول تكون عندك المجموعة اللي هي الافضل وتشكل افضل مجموعة عناصر قبل ما انطلق الموسم بالمقارنة بالمنافسين ولا لا والله انا اقول لها طبعا احنا عارفين طبعا المنافسين وفيه تدعمات وفيه يعني يمكن الجديد ده في الاربعتاشر سنة الجديد ده اخد تاني الجمهورية عمل مقشد كويس اخد تاني الجمهورية كانت حد كان دالي واحد اول الجمهورية سبورتينج سبورة قوية جدا الفروق ما بين الاندي هي قريبة لكن انا بصراحة عشان ابقى امين ما حدث طبعا كلنا كل واحد بيدعم في رئيته من وجهة نظره بالشكل اللي هو شايته لكن انا اللي بحب ان انا دايما ازرعه في الولاد معايا ان انا مليش علاقة منافس انا مليش علاقة بحاجة احنا النادي الاهلي النادي الاهلي ده يعني بمرو مش بقبل غير بالمركز الاول ده اللي احنا بنشاهد معاه خصوصا ان لو حتى يعني هانا افترض ان فيه فرقة فنيا اعلى منك ده مش مبرر ان انت تخسر التي شيرت اللي انت لابسها كفيلة ان انت دموت نفسك اه الروح القتالية والشغل البدني والجوانب الخططية ده يعود مش دايما الافضل او الاعلى فنيا هو اللي بيكسب اللي بيكسب اللي بيتمرن اكتر اللي بيلتزم اكتر اللي بيضحي اكتر اللي مركز فيهادفه اكتر وده سلحنا السيين اللي فاتت احنا السنة اللي فاتت فنيا على الوراء كان كل الناس بتقول ان الاهلي ممكن يخشي تالت رابع الحمد لله الولاد عملوا يعني عدوا مرحلة ثلاث بطولات بدون ولا هزيمة جميل ان شاء الله تكونوا موفقين واداء افضل ونتائج كمان افضل وانجازات اكتر في الموسم اللي حيبدأ قريبا ان شاء الله فاشكرك جدا للمشاركة معنا كابتن احمد الجرحي مدرب فريق المرتبط لكرة السلة في النادي الاهلي سوكرا يزيمة شكرا